اشتركوا في القناة عن شو بيحكوا الكتابان وكيف بيناقضوا بعضهم يعني دفينيشن كود هو مصنف بالامازون دوت كوم as a religious mystery fiction thriller يعني هو it's a thriller it's a novel بتناقض دفينيشي كود بعدة بعدة امور واهم انه العلاقة بين يسوع المسيح ومريم المجدلية ما كانت ابدا علاقة جسدية لابل كانت علاقة معلم مع تلميذة وهي كانت لعب الدار اساسي بال بالسيركل بالسيركل طبعا جيزس بوقتها يعني كانت هي من الانر سيركل كان دورة اساسي من المقربات يعني ودورة بالتبسير مع اكزاكتل كانت من الانر سيركل حتى عندها gospel of مريم مقدران في عندها gospel هذا وال gospel of philip بيقولوا انه في بوسة بين المسيح وبين مريم المجدلية وهيدي بوسة معلم لتلميذة يعني مش انه معنات اذا شفنا بوسة معنات اصار في sexual act هذه المحاولة الجديو كريشن لتحوير والحركة المسونية لتحوير حياته للمسيح يعني طبعا كتاب ذو دافينتي كود اخد ما فيه الكفاية يعني من الرد والرد على الرد وكان مرجع الكنيسة هي الانجيل يعني وكل الاحداث التاريخية اللي صارت انا بدأ انتقل تناقش كتابك الشفرة الفينئية مثل ما قالنا هي رواية خيالية ذات طابع تاريخ الديني وين بتبلش وين بتخلص بحياة الفينقيين وفينيكا هي بتبلش الرواية بمحل ما هو هاوس اوف بريست يعني بات الكهني نعم وطا بادريت جوزف يعني هو احد ابطال القصة بيكتشف موت احد الاركيتاكت اللي ماتوا المهندسيين بيموتوا بيصور بجمع اجروب اكيب تيم متألف من هستورين واركيولوجست والكيمس تايروحوا يقدروا يفكوا الشفرة تايعرفوا مين قتل هالارشيتاكت هذا هاي اي استنى الحادثة بتبلش يعني بتبلش بتاريخ اليوم بتاريخ اليوم ومنجع فيه على التاريخ هلا بالبرولوج بتبلش بفرسان التامبلورز يعني فرسان الهيكل اللي هني بعضهم اصبحوا الحلاكة المسونية فرسان الهيكل بيبلشوا عابي عابي اسسوا التركيبة تبعهم بيبلش البرولوج هونيك بفرنسا وبعدين منبلش مننتقل من لبنان على جبال مننتقل على سويسرا بطل قصة بيكون عنده بول خوريا مسمي انا بالقصة بيكون عنده مؤتمر بسويسرا هو بيمثل لبنان كمؤرخ وبدو يناقض فكرة بناء هيكل سليمان هالي ترى موجود او مش موجود نعم وبتعرض هونيك لتهديد يعني ضمن الثريلر طبعا الرواية وبيهرب بيهربوه على المانيا ومن المانيا بيجيه على لبنان وبيلبنان بيكون الاكيب التاني الاركيولوجيست والالكميست عم بيشتغلوا على فك رموز بجبال كونها جبال اقدم متينة نحن ما رح نكشف كل تفاصيل الاصطة يعني هي جولة بتنطلق من الحاضر للماضي الف مئة اهم النقاط غير النا رواية بتكشف ان خلالها مجموعة من الحقائق بين الجزول الحقيقية للمسيحية حسب ما بتقول وعن اصل المسيح غير اليهود كيف يعني؟ يعني انا متكل بهيدي رواية على عدة شغلات يعني مثلا في عنا بروست شيلتن اللي هو قص بروتستونتي بالولايات المتحدة كمان بيوعز وصار في اتصالات بينه وبينه واحد الاسباب يعني وقتها هيكي صار فيه تحرب من الجواب ومدون عندي كله هيدا الاتصال اللي صار هو بيقول انه المسيح الآن بيبايت لحم الجليل نعم مش اليهودية وبيقول انه يعني بيت لحم الجليل شو؟ يعني بيت لحم الجليل على الخريطة موارفه اذا بتبين عندكم فينا نشوف شي على الخريطة مصاب STOP يعني شوية وقت اذا بيت لع معاك شيئ BUT فيه خريطة كان لازم نحن بفكر فيها قبل اذا بدك تتابع الحكي اي بيتبين انه فيه بات لحم يعني موارفه اذا بتبين من هون هايدي بيت لحم الجليل نعم وهيدي بيت لحم اليهودي نعم بالاحمر مبينين حضرتك يعني عم بتقول انه المسيح ولد ببيت لحم الجليل يعني هي ضمن منطقة الجليل ضمن الحدود في نقياء التالي مضبوط مضبوط هذا الحديث وببيت لحم هي هاوس اوف براد يعني منزل الخبز وكانت رمز لأدونيس إله الفنيك القديم بيقول هو انه ببيت لحم الجليل مش ببيت لحم اليهودية حتى بيقول انه مريم ويوسف هني من منطقة الناصرة وبيت لحم بس ما بيقول انه هني مش يهود على عدة مؤرخين كمان يوحنا ديماشكي اول من عالج هذا الموضوع من زمان بعدين جاك دوكان اللي هو مؤرخ فرنسي عنده كتاب اسمه جيزيو بيقول انه هو خلقان ببيت لحم الجليل مش اليهود يعني هيدا الفاكت خلص صارت عم بتنحكى فيه برا بس ارنست رنون اللي هو اكتر من حكيه بطريقة مصبوطة مؤرخ الفرنسي بيقول انه مريم هي من كانة اللبنانية والمسيح جليلي وليس من بيت داود بحددها خلص ارنست رنون بيقولها وقت انا عم بحكي مع بروس شيلتن بهذا اللي تي جاوت اسكرت له ارنست رنون سكر معه جاوب نعم انه كان فيه جاوب بطريقة ديبلوماسية يعني خليني حس انه بس وقت ما جاوب معناته انا عطاني كريديبيلتة للي عم بحكيه كلهم اسبتات حتى الاب يوسف يمين اللي هو نزل كتاب المسيح ويدا في لبنان لا في اليهودية كمان اثبت هدا الشي مش بس على المستوى التاريخي والجغرافي يعني جغرافيان علاجناها يعني التجلي صار على جبل الشيخ نعم عنا يعني باللبنان عجيبة الاولى بيكانة وعرس كانة بيكانة بيكانة لبنانية بيكانة لبنانية عما نقيل عما نقيل يعني قيل معنا الله معنا اللي هي اول تسمية لالله وعرفت في الفينقيل باللغاء الفينقيل على كل حال هدا بحث طويل يعني فيه كمان مفكرين ومؤرخين بنقضوا هدا الموضوع وفيه معرخين بوافقوك انا مش مؤرخ انا مفكر يعني وكافر مفكر ومؤرخ لانك بيحث بيحث بالتاريخ كمان نحب انقول لانده الناس انجولوا انه يعملوا قراءة لحركتين دروري موجود بالمكتبات اللبنانية وعلى الامازون نحنا بدنا نشكرك الكاتب كريم كوسا شكرا لحضورك معنا احنا بس على مرسي فيوتشو تي بي اهنا رح انتبع اخبار الصباح بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لحضورك اشتركوا في القناة